في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا السلام عليكم وحمد الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي لا أشهد أن لا إله إلا الله حذو لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما إشكل حتى يفهم فإنك تعلم ولا نعلم أن تعلم الغيوب اللهم يا معلم آدم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليما نفهمنا أما بعد فوقفنا فيما سبق ولله الحمد عندما باحث الدليل والدليل في اللغة يطلق على ما يستدل به فهو بمعنى الرشد عن الشيء وعن الكاشف عنه كما يطلق على الدال نفسه الذي نصب الدليل وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وقد أشار إلى هذا المعنى صاحب جمع الجوامع رحمه الله تعالى وعليه فهذا التعريف يكون الدليل شاملا القطعية والمفيدة للقطع بناء على هذا التعريف يكون الدليل شاملا القطعية المفيدة للقطع والظني المفيدة للظني فالأول كقولنا في الدلالة على حدوث العالم العالم متغير وكل متغير حادث فالنتيجة العالم حادث والثاني كالغيم الرطب الموصل بصحيح النظر في حالة إلى ظن وقوع المطر على أن هناك بعض من الأصوليين كالآمدي والإسناوي رحمهم الله ذهبوا إلى القول بتخصيص القطع باسم الدليل والظني باسم الأمارة إذا رأوا أن يخصصوا القطعية باسم الدليل وأن يخصصوا الظنية باسم الأمارة والراجح يعني القول القوي بإذن الله تعالى ما ذهب إليه الجمهور من أن الدليل يطلق على القطع وعلى الظن ولهذا قال الإمام الشرازي رحمه الله تعالى وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم فأما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل وإنما يقال له أماره قال وهذا خطأ لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجهن هكذا قال رحمه الله ونفس الكلام قاله الشيخ جلال الدين المحل رحمه الله قال ومعنى الوصول إليه بما ذكرى لعلمه أو ظنه ثم قال وشمل التعريف القطعية كالعالم الوجود الصانع والظنية كالنور الوجود الدخان وهذا ما قرره كذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصار رحمه الله تعالى شمل التعريف الدليل القطعية والظنية فالدليل إذن بمعنى الدال وهو في اللغة المرشد والمرشد يطلق على الناصب للعلامة التي يكون بها الإرشاد وهو الله سبحانه وتعالى ويطلق على الذاكر للعلامة وهو العالم الذاكر لما يدل على وجود الله بصفات كماله وهو بهذا المعنى يشمل الرسول لأنه مرشد الخلق إلى معرفة ربهم وإلى عبادته وكذلك يشمل المعلم الذي يذكر لطلابه أدلة الأحكام ويصح أن يطلق أيضا بهذا المعنى على الخالق على الله سبحانه وتعالى لأنه ذكر لعباده ما يدل عليه وفي كل شيء له آية تذل على أنه الواحد فيقال على هذا الدليل على الله والله وأهل السلوك أهل التصوف لهم إشارات وعبارات جليلة في هذا المعنى ذكرها سيد من عطاء الله السكندري رحمه الله الفرق بين الإطلاق الأول والثاني أن الأول خاص بالله وأن الثاني ليس بخاص والدليل بهذا المعنى اللغوي حقيقة عند الأكثر وكذلك يطلق الدليل على ما به الإرشاد وهو العلامة التي نصبت للتعرف كالعالم بفتح اللام لأن فيه إرشادا إلى معرفة الله تعالى فوجوده دليل على وجود الله سبحانه وتعالى خلاصة القول أن الدليل يطلق على ثلاثة أمور على الناصب للعلامة على الذاكر لها على العلامة ذاتها التي يسترشد بها إلى الغاية وفي الاصطلاح كما سمعتم فقد عرفه المتكلمون تعريفا يتفق مع عرف تخاطبهم مع موضوع علمهم فقالوا الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري فقوله ما يمكن التوصل إنما لبيان أن المعتبر التوصل بقوة فهو دليل ولو لم ينظر فيه وهو أيضا احتراز عما لا يمكن أن توصل به إلى المطلوب لا يمكن التوصل به إلى المطلوب وكذلك هو احتراز عما يمكن التوصل به إلى المطلوب لكن لا بالنظر بل بالحس كسلوك طريق يمكن التوصل بها إلى مطلوبه وقولهم بصحيح النظر احتراز عن فاسد النظر وقولهم إلى العلم احتراز عما يؤذي إلى الظن فلا يسمى دليلا عند هؤلاء وقولهم بمطلوب خبري احتراز عما يتوصل به إلى ما يتوصل به إلى مطلوب تصوري اما جمهور الفقهاء والأصوليين فقد عرفوا الدليل بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري اذا قالوا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ولهذا ذكرت لكم كلام الإمام الشرازي رحمه الله لما قال وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم أما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل وإنما يقال له أمارة ثم اخطأ هذا التعريف الأمارة هي الدليل المضمون كخبر الواحد الأمارة هي الدليل المضمون كخبر الواحد فهل التحقيق الأمارة نوع من الدليل لأن الدليل كما هو المختار ما وصل إلى المطلوب مطلقا سواء على سبيل القطع أو على سبيل الظن ومن هنا فهي منه ويكون بينهما العموم والخصوص المطلق حيث إن كل من القطع والظن يسمى دليلا بخلاف الأمارة فلا تطلق إلا على الظن فيجتمعان في الظن وينفرد الدليل بالقطع وأما على القول بأن الدليل خاص بالقطع وأن الأمارة خاصة بالظن فهو تباين الدليل على أصحاب هذا القول وهو قول مرجوح كما قلنا إن العلماء الأصول بيّنوا ذلك وقالوا ما يمكن التوصول بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري وهذه المصطلحات تعرفونها وقد ذكرها سيدي ابن عاشر رحمه الله تعالى كمصطلح مثلا الضروري والنظري إلى آخره وهذا كذلك يدرس في علم المنطق فالتصور مثلا عندهم هو إدراك المفرد وهو شموله إلى آخره للنسب مما عرفه علماؤنا وقسموا هذه المصطلحات إلى أقسام وإلى تعريفات تخرجنا عن المقصود إذن الذي يهمون ما قرره علماء الأصول الفوقهاء والأصوليون عرفوا الدليل ما يمكن التوصول بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري إذن قولهم إلى مطلوب خبري إشمال ما يفيد الظن كما يشمل ما يفيد العلم وعلى هذا يكون الدليل عند المتكلمين أخص منه عند الفقهاء والأصوليين وقد اعترض على هذا التعريف واعترض جمهور الفقهاء والأصوليين على تعريف المتكلمين أعترض على التعريف الأول إذن اعترض جمهور الفقهاء والأصوليين على تعريف المتكلمين بأمور ثلاثة قالوا أنه لم يُعهد من أهل اللغة أن يفرق ما بين ما يفيد العلم وما يفيد الظن في إطلاق اسم الدليل ثانيا أن معنى الدليل في اللغة على وجه الحقيقة هو المرشد إلى المطلوب والإرشاد يكون بالظن كما يكون بالقطع ثالثا أننا متعبدون بالعلم وبالظن في أحكام الفروع بل إن الأحكام الثابتة في الفروع بالظن تفوق الأحكام الثابتة فيها بالعلم هذا معروف لي من مارس كتب العلمي ومن مارس الاجتهاد ومما تتبع كلام العلماء وبعض أهل العلمي قرر أن يجيب عن هذا الاعتراض بأنه واقع في غير موقعه أراد أن يجمع بين هذه الأقوال قال بأنه واقع في غير موقعه وذلك لعدم توارد النفي والإتبات على محل واحد لوجهين القاعدة عنده وهذه القاعدة معروفة عند الأصولين وعند المناطق إذا اختلفت الجهات فلا إشكال الوجه الأول قرر أن المتكلمين عرفوه بحسب عرفهم بحسب موضوع علمهم لأن أكثر مسائل أصول الدين ويقصد العقائد إنما تثبت بالأدلة القطعية هكذا يقولون ولذلك عرفوه بما يتفق مع هذا المبدأ إذن البعض حاول أن يجد تبريرا وتوجيها لتعريف علماء الكلام علماء العقيدة للفظ الدليل ولمصطلح الدليل أما الفقهاء والأصوليون فقد عرفوه بحسب عرفهم إذ الفروع لا يقتصر ولا يقتصر فيها الفقهاء على تبوتها على الأدلة القطعية لا يقتصر تبوتها على الأدلة القطعية بل أكثرها ثابت بالأدلة الضمنية هذا إذا فردنا الخلاف بين علماء أصول الدين وبين علماء أصول الفقه أما لو فرد الخلاف بين علماء أصول الفقه أنفسهم وهو الذي دل عليه تعريف الرازي في كتابيه المحصول والكاشف وفي تعريف ابن جوزي في كتابه تقريب الوصول فقرر بعضهم أن يجيب بالوجه الثاني وهو أن الذين عرفوا الدليل بما يفيد القطع قصدوا بذلك أدلة أصول الفقه فإنها لا تثبت عند بعضهم بالظن بل بالقطع ومن هؤلاء الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقة وأشار إلى هذا ربما الإمام الآمدي رحمه الله ثم قال وأما حده تعريفه على العرف الأصولي فهو ما يمكن التوصول به إلى العلم بمطلوب الخبر فإذن الذين عرفوه بما يفيد الظن والقطع إنما قصدوا أن أدلة الفقه ستبوت بهما للأمور الثلاثة المذكورة سابقة والباجر رحمه الله تكلم عن هذا أيضا في كتابه الحدود والدليل هو عمدة الفتوى ولهذا قص ما عندهم إلى نقلي وعقلي المصادر الشرعية ونعني بها الأدلة الشرعية أو نعني بها أصول الأدلة الشرعية تنقسم باعتبارات مختلفة فهناك تقسيم لها من حيث تباعيتها وأصالتها وهناك تقسيم من حيث اعتبارها وعاد معتبارها وتقسيم من حيث اعتمادها على الوحي أو على غيره وتقسيم من حيث اعتمادها على النقل أو العقل وهذا الأخير هو الذي سنسير عليه بعون الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن الأدلة النقلية وعن الأدلة العقلية فالدليل إذن عند علمائنا هو عمدة الفتوى إذ المفتي لا يمكنه أن يصدر أي فتوى دون أن يربطها بالدليل الشرعي المناسب لها وهذا ما عبر عنه الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين إحداهما ترجع إلى تحقيق مناط الحكم والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي كلام مهم كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين إحداهما ترجع إلى تحقيق مناط الحكم والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي والمقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها فجمال الفتوى وروحها هو الدليل كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين فالمفتي حين يدرس الواقعة التي استفتي فيها يحاول أن يجد لها الحل من حيث المنصوص عليه من الأدلة الشرعية وخاصة من أدلة المذهب الذي ينطلق منه في الاجتهاد والفتوى كما أنه لا بد من النظر أولا إلى الأقوال المعتمدة في المذهب وإلى معرفة مراتبها وإلى معرفة الطرق الترجيح بينها ومن إدراك معنى التخريج وشروطه ولهذا ذكروا في هذا الباب أدلة المذهب العامة وأدلة المذهب الخاصة الشرع كما قرر وكما تعلمون مبنين على النقل في الدرجة الأولى وعلى العقل في المرتبة الثانية والعقل لا يعمل إلا في ذائرة النقل فهو يستلهم منه الحكم الشرعي المناسب للعقل الإنساني ماذا ما الشرع نفسه آذن في هذا العمل الذي يسمى اجتهاده ولهذا الشاطبي رحمه الله الإمام العظيم يقول الأدلة الشرعية ضربان أحدهما ما يرجع إلى النقل المحد والثاني ما يرجع إلى الرأي المحد وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة وإلا فكل واحد من الضربين مفتقن إلى الآخر لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر كما أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل والمذهب المالكي كالمذاهب الإسلامية الأخرى فرعون من دوحة الشريعة الغراء إذ ما يسري على الأصل يسري على الفرع وإذا كان المذهب كما قررنا طريقة في الاجتهاد فإن الاجتهاد هذا يرتبط بأصول المعلومة وقد اجتمعت في هذا المذهب أصول الشريعة كانت ترجع إلى النقل أو العقل كما أن أدلة المذهب المالكي متنوعة ومستقات من طريقة الإمام مالك رضي الله عنه في الاستنباط استفادها وأخرجها تلامذته من خلال مؤلفاته ورسائله وفتاويه حاصرين بذلك الأصول التي يعتمد عليها في اجتهاده واستدلاله وهو ما نحاوله بإذن الله تبارك وتعالى أن نتكلم أو أن شرحه في هذه المنظومة المباركة والتي قال فيها المصنف والناظم رحمه الله أذلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام ستة عشر نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم المنة من له أتم المنة بل له أتم المنة وظاهروا الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قام إلى آخره طيب إذن وصلنا إلى إلى ماذا وصلنا إلى هذا المبحث العظيم إلى مسألة أصول الإمام مالك وتكلمت سابقا عن الكيفية في استخراجها وعن الخلاف الذي وقع علماؤنا رحمه الله في هذا الباب وهذه المنظومة التي نشرحها عدد أبياتها ثلاثين بيتا على بحر الرجز والرجز هذا نوعون من أنواع الشعر وقيل سمي بالرجز لتقارب أجزائه ولقلة حروفه وقيل سمي رجزا لاضطرابه لأن العربة تسمي الناقة التي ترتعش يعني رجزا كصحراء الرجز إذن هو بحر معروف من بحور الشعر العربي قصائده تسمى بالأراجيز مفرده أرجوزا وقائله يسمى راجزا وسمي الرجز راجزا لأنه تتوالى فيه حركة وسكون ثم حركة وسكون كما قلت كارتعاد الناقة في رجلها تتحرك وتسكون ثم تتحرك وتسكون فلهذا قيل لها رجزاء ويعني وزنه التام مستفعلون ست مرات ست مرات وعلماؤنا يقولون للرجز أربعة أنواع تعتمد على تقرار عدد التفعيلات هناك الرجز التام والرجز المزوء والرجز المشطور والرجز المنهوك وتفسير هذا يعني أخرجنا كما أقول يعني المقصود إذن نظم هذه الأبيات نظم جيد ومسبوك وهو سهل للحفظ وإله الحمد استطاع النظم رحمه الله أن يفصح وأن يتقنه وبدأ ببراعة الاستهلال ببراعة عن أصول الاستهلال عند الإمام مالك رحمه الله ثم أتبع ذلك بذكر القواعد الكبرى التي ينبني عليها الفقه حيث اجزأ رجزه إلى مقدمة وموضوع وخاتمة أما المقدمة فقد بالغ عدد أبياتها خمسة استهلها بحمد الله تعالى وبالثناء عليه بما هو أهله ثم بصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا في بداية نظمه إلى مقصوده وهو أن يجمع أصول الاستهلال فكانت تعبيره بها في هذا المحل من براعة الاستهلال كما سبق أن أشرت إلى ذلك ولهذا قال رحمه الله الحمد لله الذي قد فهم دلاء الشرع العزيز العلمة ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين أدلة المذهب مذهب الأغار مالك الإمام ستة عشر إلى آخره وأما موضوع النظمي فقد بلغ عدد أبياته سبعة عشر بيتا استعراض من خلالها النظم رحمه الله أصول مذهب الإمام مالك رضي الله عنه بعدها وبحصرها فأشار إلى أنها ستة عشر يعني ستة عشر دليلة ثم سردها اتباعا نعم إذن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله أشار إلى أنها ستة عشر دليلا ثم ذكرها اتباعا وهي عنده نص الكتاب ونص السنة وظاهرهما ودليلهما نفهوم المخالفة وتنبيههما نفهوم الموافقة وانفهومهما دلالة اقتضاء وتنبيههما دلالة الإماء والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان وسد الدرائع والاستصحاب وخبر الواحد والمصلحة المرسلة ومراعاة الخلاف وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى والنظم رحمه الله مع كونه اكتفى بتعداد الأصول دون كشف عن حقائقها لم يعرفها ولم يبينها يعني رحمة بالمتد إن أنه لم يغفل عن بعض القضايا المهمة المتعلقة ببعض الأصول فألمح إلى الخلاف الموجود مثلا في تعريف الاستحسان وقدم الراجح عنده كما أشار يعني كما قال رحمه الله ماذا قال في ذلك نعم قال وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف ولكن التعبير فيه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر إلى آخره فالعادة عند العلماء أنهم عندما يعرفون الراجح عندهم وما ترجح عندهم يقدمونه ثم بعد ذلك يقولون وقيل وقالوا إلى آخره نعم فإذن هكذا يقول رحمه الله فعلى كلين يعني استطاع بهذا النظمي بهذا العمل أن يجمع ما كان منتشرا ومتناثرا من أصول المذهبي على ناسق واحد وقرب للراغبين والطالبين والمحبين والباحثين قرب لهم إدراكها واستحضارها بعد معرفة حقائقها على وجه الإجمال فكأنه بذلك حاول أن يؤصل نظرية عامة يقوم على وفقها بنظام التخريج والتفريع في المذهبي المالكي بأن يضبط للمفتي ونحوه أصول المذهب التي ينبغي أن يراعيها عند الإفتاء فجاء نظمه متكاملا في بابه مع صغار حجمه واستحق يعني أن ينوه به وأن يهتم به من علماء نجزام الله خيرا ثم ختم رجزاه بستة أبيات اجتملت على ذكر القواعد الكبرى الخمس التي تنبني عليها أغلب مساء الفقه وهي الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة مع بيانه مع بيانه لاختلاف العلماء في عد بعضها دون بعض ومع رجوع بعضها إلى بعض ومع تدخلها كل ذلك دون الكشف عن معناها وعن دليلها وما يتبع ذلك لعله فعل ذلك للمبتد وإن كان في عدها عن كفاية لمن اجتهد في معرفة حقائقها وهذا شأن النظمي وذكر هذه القواعد يعني ذكر هذه القواعد ضمن أصول مذهب الإمام رحمه الله لهج قوي وتوجيه قوي لأنها بمثابة الأصول الشرعية العامة كما ذكرنا قبل قليل حيث يستند في الاستدلال على اعتبارها إلى جملة نصوص شرعية عن طريق الاستقراء والتتبع هكذا ولم يفوت رحمه الله أن يختما بحمد الله والتناء عليه بما هو أهله وبصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل الكرام ولهذا قال رحمه الله قد تم مارمت ولله الحميد مني حمد دائم ليس يبيد وأطيبه الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام نعم إذن ينبغي أن نتكلم نطوية صفحة مسألة الدليل عن إحصاء هذه الأصول وعن أنواعها صاحب كتاب استلاح المذهب أشر إلى مسألة في كتابه قال قام علماء المذهب بحصر أصول المذهب وبترتيبها بل وتوسع في ذلك توسع أدى إلى اعتبار مذهب الإمام مالك رضي الله عنه من أكثر المذهب أصول في معنى كلام رحمه الله فقد قيل إنها تصل إلى خمسمائة وهي لا تقل عن تسع وإن كانت عند أكثر علماء ستة عشر أصلا وأدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره القرافي هذا ما قاله صاحب الكتاب فقد ذكر أن أصول المذهب هي القرآن والسنة والإجماع إجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي ومصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد الدرائع والاستصحاب والاستحسان هذه أمهات أصول الإمام المالك وهي أصول بعضها مجمع على اعتمادها بين المداهب كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وأخرى يشاركه في اعتمادها بعض المداهب غير أن الإمام مالك رحمه الله انفرد عن كل المداهب باعتماد إجماع أهل المدينة أو بعمل أهل المدينة أصلا من الأصول التي بنا عليها مذهبه رحمه الله وقد كان اعتماد الإمام مالك لهذا الأصل مثار جدل ومناقشة بين العلماء وبين الفقهاء بدأت في حياته رحمه الله ولم تنتهي ما ظلت المناقشات الفقهية بين المداهب طيب هذا تكلمنا عنه وإلى الحمد فالذي رجحه كثم العلم أنهم في إحصائهم من أصول الإمام مالك قالوا لم ينص الإمام مالك على كل أصوله لكن المالكية ممن جاءوا بعده اعتنوا ماذا؟ ببيان الأصول التي كان الإمام مالك يصدر عنها في اجتهاد الفقه والتي تعد أوسسا في المرجعية التدليلية المذهب وكان الأساس الذي اعتمد في عملية الوقوف على هذه الأصول هو استقراء الفروع والسلالات الجزئية والنظر فيها لتلموح أصول المذهب والاستخلاص المنهج الاجتهادي للإمام فانتهت المالكية وانتهوا إلى جملة أدلة وأصول نصبت إلى الإمام مالك وأصحابه وأهتم غير واحد من السادة المالكية بتعداد الأدلة التشريعية التي بني عليها مذهب لإمام مالك لكن الناظرة في إحصاء هذه الأصول عند المالكية يلحظ اختلافا في عدد الأصول التي عزوها لمذهبهم قبل أن نتكلم عن الأصل الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله يعني النص عندما قال أدلة المذهب إلى قال نص الكتاب ثم نص السنة لابد أن نقوم بدراسة سريعة وبمرخص حول هذه الأصول إذن قلنا الملاحظ يلحظ اختلافا في عددها فمن المالكية من جعل أصول المذهب أربعة أصول ومنهم من بنغ بها العشرين دليلا وأصلا وبين هذا الإحصاء وذلك إحصاء تتردد بينهما والسبب والعدلة الذي أدى إلى هذا الاختلاف في إحصاء أصول الإمام المالك رضي الله عنه ما بين مقتصد في العدي وبين مبالغ يرجع عند كثير من أهل علم إلى أسباب يمكن أن نجميلها أولا أن بعض المالكية في تعدادهم لأصول المذهب لم يلتزموا الاستيعاب ولا قصدوا ولا ادعوه لم يدعوا الاستيعاب وإنما كان غرضهم ذكرى أهم الأصول وأجلاها في المذهب إذن كان غرضهم ذكرى أهم الأصول وأقواها في المذهب المالكي ثانيا بعض المالكية يجعل بعض الأصول عامة بحيث تشمال أصول أخرى تنفارد عند غيرهم يعني تشمال أصول أخرى أفريدت عند بعضهم وعند غيرهم فمثلا نجد أن الإمام بن العربي رحمه الله عد من جملة الأصول الاجتهاد وهو شام ولا شكل كثير من الأصول كالاستحسان وغيره ومن العلماء من يعد مثلا الاستدلال المرسل من جملة القياس فذكر القياس في أصول الإمام مالك يجزئ عن ذكر الاستدلال المرسل يعني يجزئ عن ذكره مفرد لأنه من مشمولاته ومثل ذلك من جعل مثلا مراعاة الخلاف من قبيل الاستحسان فذكر الاستحسان في جملة أصول الإمام مالك المغنى عن التنصيص على مراعاة الخلاف وهذا يرجع إلى تطور المصطلحات في علم أصول الفقه وكذلك إلى التمييز ما أمكن بين المعاني والمختلفة ولو كان الاختلاف جزئية هذا معروف يعني المصطلحات تتطور حسب الزمان وحسب المكان أيضا نعم فإذن تطور المصطلحات في علم وصول الفقه والاتجاه كذلك إلى التمييز ما أمكن بين elmal المعاني المختلفة ولو كان الاختلاف كما قلنا عنه فرعيا وجزئيا المتقدمون يطلقون مثلا مصطلح الرأي على الاجتهاد فإذا مصطلح الرأي يطلق عندهم عن الاجتهاد الذي خرج عن السدلال المباشر من الكتاب والسنة الإجمع أما عند المتأخرين فيشمل أصولا كثيرة كالاستصلاح والاستحسان وسد الدرائه ثالثا بجملة هذه الأسباب الاختلاف بين السادة المالكية في الاعتداد ببعض الأصول وفي عدها من جملة أدلة الشرع وفي عدم الاعتداد بها فمن جعلها دليلا من أدلة الشرع في المذهب أدخلها في سلك أصول المالكية ومن خالف لم يدرج في إحصائه كقول الصحابي وسيتي بيانه بإذن الله تعالى رابعا من جملة الأسباب يعني من جملة هذه الأسباب القصور في الإحصاء من بعض العلماء في تعداد أصول المالكية فليس من التزم الاستعاب في الإحصاء تم له ذلك لأن للتقصير مدخلا في عملية الإحصاء فهي عملية اجتهادية تتعلق بالتتبع وبالنظر وبالاستعاب وقد أوثر عن الإمام مالك رحمه الله التنصيص على بعض أصوله وذلك في بيانه للأدلة التي يجب على القاضي أن يكون مستندا إليها في الحكم الذي يصدر عنه في قضائه والقضاء لون من ألوان الاجتهاد ولهذا قال ابن أبي زيدين في كتاب النوادر والزيادة ومن كتاب سحن قال الإمام مالك رضي الله عنه وليحكم بما في كتاب الله فإن لم يكن فيه فبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صاحبته الأعمال فإن كان خبرا صاحبت غيره الأعمال قضى بما صاحبته الأعمال فإن لم يجد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما أتاه عن أصحابه إذا اجتمعوا فإن اختلفوا حاكم بمن صاحبت الأعمال قوله عنده ولا يخالفهم جميعا ويبتدئ شيئا من رأيه فإن لم يكن ذلك فيما ذكرنا اجتهد رأيه وقاسه بما أته عنهم ثم يقضي بما يجتمع عليه رأيه إلى آخره إذن مجمل ما تحصل من هذا النص الدقيق المفيد أن أصول الأذلة التي يجب على القاضي أن يكون مستند إلى فيما يبرمه من حكم وفيما يقطع من قضاء أولا أن يحكم بما في كتاب الله ثانيا الاعتماد على العمل المدني هذا شيء يأتي إن شاء الله نتكلم عنه بتفصيل إذن الاعتماد على العمل المدني لأن العمل عنده مقدم على أخبار الأحد ثالثا أن يحكم بالسنة وشرط الأخذ بها أن لا تعارذ عملا مدنيا رابعا الإجماع أصل فلا يجوز أن نخالفه كان الإجماع إجماع الصحابة أو إجماع من بعده خامسا النظر والاجتهاد بالرأي والقياس على الأصول وهذا آخر الأصول التي أشير إليها في النص السابق ويلحظ أن هذا الأصلاع ليس خاصا بالقياس بمفهومه الخاص عند المتأخرين بل إنه شامل لمسالك الاجتهاد بالرأي كالاستدلال المرسالي والاستحساني وسدي الذرائع فتحصل أن أقدم إحصائي لأصول الإمام مالك خمسة أصول أن أقدم إحصائي لأصول الإمام مالك خمسة أصول في المذهب المالكي على ساعة الأصل الأخير في مضمونه الذي يشمله وهناك كذلك إحصاء آخر ذكره بعض أهل العلم إحصان أبو عبيد الجبيري المتوفى سنة 78 وثلاث مئة للهجرة قال إذ كان ويقصد الإمام مالك لا يعدل في اختياره عن ظاهر كتاب الله ثانيا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث عن انتفاق الأمة وذكر رابعا عن إجماع أهل المدينة إلى آخر كلامه رحمه الله ثم قال إذا عدم نص يعني على الكتاب والسنة وعلى اتفاق الأمة وعلى إجماع أهل المدينة فزع إلى أمر آخر سنبينه إن شاء الله مستقبلا فقال هذه فزع إلى العبرة فهذه جملة أصول العلم السمعية وهذه أحد الأحكام الشرعية التي لا يسع للراسخ أن يعدل عنها وأن يطلب الحق فيما سوها وقد تالد له رحمه الله نصوص في حوادث عدل فيها عن الأصول التي أصلها هذا الأصول السادس إما لخفاء العلة فيها التي توجب البناء عليها ويضطر إلى الرد إليها أو إلى ضرب من المصلحة إذا كان من مذهبه رحمه الله إذ كان عفوا من مذهب رحمه الله أن يحكم بالأصلح في ما لنصفه ما لم يمنع من ذلك ما يوجب القياد له وهذا النص الجليل من الجبيري وهو في قام الرابع وقد أخذ عن أئمة المدرسة العراقية وعلى رأسهم الشيخ أبهاري رحمه الله قد أفادنا بأصول مذهب الإمام مالك فالأصول الخمسة الأولى الكتاب والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس نعم ثم بينا مسلاكا للإمام مالك جرى عليه وهو العدول عن أصوله العدول عن أصوله في بعض المسائل تعويلا على ضرب من المصلحة وهذا هو الاستحسان المصلحي الذي سيأتي بيانه في محله بإذن الله ثم بينا أصلا سابعا وهو بينا وأرشد إلى الحكم بالمصلحة حيث لم يجد فيه نصا ولم يدفعه دليل المعتبر يرجع إليه لكنه لم يجعل المسلكين الأخيرين في جملة الأصول السمعية بل إنه اختار عدم التعويل على ما خرج عن الأصول هذا الإحصاء الثاني الإحصاء الثاني لهذه الأصول ما ذكره القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى في شرح الموطع الإمام مالك رحمه الله قال فأصول الأحكام خمسة منها أربعة متفق عليها من الأمة الكتاب والسنة والإجماع والنظر والاجتهاد الكتاب والسنة والإجماع والنظر والاجتهاد فهذه الأربعات والمصلحات وهو الأصل الخامس الذي انفرد به إمام مالك رضي الله عنه دونهم ولقد وفق فيه من بينهم سنبينها للشترك أو شارك العلماء الإمام مالك في هذه وفي هذا الأصل بإذن الله تعالى فأصول الأدلة في المثال المالكي عند ابن العربي خمسة أربعة متفق عليها بين علماء الأمة وأصل اختص به المالكية فالأول الكتاب والثاني السنة والثالث الإجماع والرابع النظر والاجتهاد والخامس المصلحة لكن الذي يلاحظ على إحصاء الإمام ابن العربي رحمه الله مع الإحصاء الأول أنه عدى المصلحة أصل المستقلة في حين لم يذكر في الإحصاء الأول اكتفاء بمطلق الاجتهاد والنظر وإما يلفت النظر كذلك أن ابن العربي لم يدرج ضمن أصول الأحكام أصل الإمام مالك في العمل المدني ولعله ترك لذكر هذا الأصل لاندراجه في أصل السنة لأن العمل المدني النقلي الذي يحتج به أكثر المالكية هو في الحقيقة من شعاب الاحتجاج بالسنة قال ابن خلدون واختصا يعني الإمام المالك اختصا يقصد الإمام مالكا رضي الله عنه وأما إذا قلنا اختصا يعني الفاعل هو الإمام مالك واختصا بزيادة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو عمال أهل المدينة لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لذينهم واقتدائهم وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين ذلك عنه إلى آخر كلامهم وعلى رأي المخالفين من المالكية ممن جعل العمل المدني المستند للاجتهاد من الحجج عند الإمام مالك قال أهل العلم إن العمل المدني كذلك من قبيل الوراثة التي تناقلها أهل المدينة لأن العمل الاستدلالي الذي يحتج به وما كان زمن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وحضروا الخطب فاتفاقهم على أمر يندرج في المأثور من السنة أو هو ملحاق بالإجماع لما كان التشابه بينهما فالإجماع اتفاق علماء الأمة على قول والعمل المدني إجماع أهل المدينة على أمر على أن بين إجماع الأمة وعمل المدني اختلافا لتيخفى أما عدم ذكر ابن العربي للاستحسان فلأن الاستحسان في أغلب معانيه عند الإمام مالك هو تخصيص للعام أو القياس بالمصلحة كما فسره به ابن العربي نفسه رحمه الله في إحكام القرآن ومنه فإن اكتفاء بالتنصيص على المصلحة يغني عن التنصيص على الاستحسان إذ وراجع إلى اعتبار المصلحة وإلى التعويل عليها ومما يلاحظ على إحصاء ابن العربي أن أهمل بعض الأصول التي نصى هو على أنها من أصول الإمام مالك في مواضع من كتبه كسد الدرائع مثلا قال القاضي ابن العربي مثلا وهو يسوق الأصول التي تبنى عليها أحكام البيوع الأصول ستة أربعة من الحديث واثنان من المعنى ثم قال وأما المعنى فإن مالكا زاد في الأصول مراعة الشبهة وهي التي يسميها أصحابنا الذرائع وهو الأصل الخامس والثاني وهو الثالث المصلحة إلى آخر كلامه رحمه الله فنرى كيف جعل ابن العربي سد الذريع أصلا في مقابل المصلحة وأخبار الأحد وهذا يدل على أن إحصاء ابن العربي كان قاصرا في إهماله لأصل الذرائع وهو من الأصول المعتبرة عنده في مذهب الإمام المالك وربما أراه الله أعلم أن ابن العربي اكتفى في ذلك باندراج أصل سد الذرائع في فهم النظر والاجتهاد وهناك إحصاء آخر الإحصاء الرابع قال الإمام عياض في تفتيب المدارك وأنت إذا نظرت لأول وهلتي منازع هؤلاء الأئمة وما آخذهم في الفقه والاجتهاد في الشرع وجدت مالكا وأنا دائما أقول الإمام مالكا رضي الله عنه ناهجا في هذه الأصول مناهجها مرتبا لها مراتبها وما دارجها مقدما كتاب الله ومرتبا له على الآثار ثم مقدما لها على القياس والاعتبار تاركا منها ما لم تتحمله الثقات العارفون لما تحمله أو ما وجد الجمهور أو ما وجد إن هو الجمهور والجم الغفير من أهل المدينة قد عاملوا بغيره وخالفه فانتبهوا الجمهور هنا من المفعول به ويأخذ من استرقات عياض أن أصول الإمام مالك أربعة أولا كتاب الله ثانيا الآثار من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا عاملوا أهل المدينة رابعا القياس والاعتبار وهذا الأصل مما يجمع أصولا أخرى إذ يدخل في انفهوم الاعتبار مطلق الاجتهاد كالاستدلال المرسل والاستحسان إذن الذي استفيده من كلام القاضي رحمه الله أنه لم يقصد إلى حصل الأدلة التي يرجع إليها الإمام مالك في اجتهاده وإنما ذكر أبرز الأدلة وذكر أهمها رحمه الله تعالى هذا الذي يمكن أن نقوله يعني في هذا البن طيب وأهمنا هذا الإحصاء ذكر أصل الإجماع هذا الإحصاء الذي قاله القاضيات يعني لم يذكر فيه أصل الإجماع وهو من الأصول المتفق عليها في المذهب المالكي ولعل إهماله للإجماع وهو من أهم الأصول كما لا يخفى يرجع إلى أنه كان مهتما بذكر مراتب الأدلة حال التعارض ومعلوم أن الإجماع إذا ولا بد أن نجد يعني توجيه لكلام أئمتنا إذن يتكلم يعني عن قضية التعارض ونحن نعلم أنه يتكلم عن هذه المراتب وأن الإجماع إذا وقع سقط النظر وارتفع الإجتهاد وكان المقدم والمعمول به بلا خلف بين الأمة فلعل ذلك كان باعثاً للإمام القاضيات على ترك ذكر أصل الإجماع ويلاحظ كذلك في إحصاء القاضي عياذ ذكره للعمل المدني أصلاً منفرداً عن السنة وهناك الإحصاء الخامس قال أبو الحسن الصغير ذكر الفقه راشد عن شيخ أبي محمد صالح أنه قال أدلة بنا عليها مالك ذهبه ستة عشر وهذا المعتمل إن شاء الله تعالى نص الكتاب وظاهر الكتاب وهو العموم ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفة ومفهوم الكتاب وهو المفهوم بالأولى وتنبيه الكتاب وهو التنبيه عن العلة ثم قال ومن السنة أيضاً أي مثل هذه الخمسة فهذه عشرة يعني نقول مثل نص السنة وظاهر السنة ودليل السنة ومفهوم يعني السنة وتنبيه السنة والتنبيه على العلة والحادي عشر الإجماع والثاني عشر القياس والثالث عشر الثالث عشر عمل أهل المدينة والرابع عشر قول الصحابي والخامس عشر استحسن والسادس عشر الحكم بسد الذرائع واختلف قوله في السابع عشر وهو مراعاة الخلاف فمرة يقول يراعيه ومرة لا يراعيه وسنبين إن شاء الله تعالى أنه من الأصول ويراعيه إذا اقتضى الأمر يعني لا يراعيه دائما إمامنا مالك رضي الله عنه فإذن إحصاء أبي محمد لأصول مذهب الإمام مالك من أوفاء الإحصاءات ومن أجماعها إذ بلغ بالأصول سبعة عشر أصلا إن عددنا مراعاة الخلاف أصلا ويرحض على إحصائه أولا عند رأي بعض أهل العلم أنه خلط بين الأصلي باعتباره مصدرا شريعيا وبين الطرق الدلالة على الحكم من ألفاظ الشارعي مثلا النصو الظاهر وانفهوم الموافقة وانفهوم المخالفة وتنبيه الخطاب هذه طرق للدلالة على الأحكام من ألفاظ الشارع وليست أذلة شريعية بحيث تكون قصيمة للقياس أو تكون قصيمة للإستحسان ولغير ذلك من أذلة الشرع عند المالكية فالكتاب والسنة هما الدليلان أما النصو الظاهر وانحوها فهي مسالك بيانية لخطاب الشارع يعني خلاف لا يدر على أنه قد وقع في تفسير بعض المصطلحات الوالدة في كلام أبي محمد صالح خلاف ما هو معلوم في اصطلاح الأصليين فتفسير الظاهر بأنه العموم وتفسير الفهم بأنه الفهم الأولى وعلى غير المشهور في اصطلاح أهل الأصول سنبين هذا بإذن الله تعالى إن الخلاصة من الأصول التي بني عليها المذهب المالكي بعد أن يأخذ في الاعتبار البيان السابق بعضهم قال تسعة أصول الكتاب السنة الإجماع القياس عمل أهل المدينة قول الصحابي الاستحسان سدر الزرائع مراعاة الخلاف نعم هذا الذي ذكره بعض أهل العلم وهذا لا يضر فاعتمد هناك من اعتمد على هذه الأصول وهناك من اعتمد على غيرها وقد اعتمد إحصاء أبي محمد لأصول إمام مالي كثير من المالكيين وزادوا عليه بعض الأصول التي لم ينص عليها يعني مثلا للصحاب وكذلك نقال الإمام الحجوي رحمه الله إحصاء أبي محمد وما أضاف عليه أبو الحسن وعقب لذلك بقوله قلت إنها بلغت عشرين كما يأتي والذي زاده الإمام الحجوي رحمه الله زاد أصلين أضاف المصالح المرسلة وشرع من قبلنا وبلغها العشرين على أساس حساب أبي محمد الذي أدرج فيه المسالك البيانية التي أشرت إليها فتصير الأصول على هذا إثنين عشر أصلا هي شرعة لسقصاء الأحكام ومورد لها كما قلنا نعم وهناك إحصاء آخر إحصاء سادس قد ذكر ابن الحاج في كتاب المدخل قال مذهب الإمام المالكي رحمه الله مبني على أربع قواعدة على القاعدة الأولى آية المحكمة والقاعدة الثانية حديث صحيح عن رسول الله من غير ناسخ ولا مؤارد وعلى القاعدة الثالثة على إجماع أهل المدينة وعلى القاعدة الرابعة على إجماع أكثرهم بعد اختلافهم ومناظرتهم نعم فإذن هذا يعني إحصاء آخر فالنظر في طبيعة الأصول التي بني عليها المذهب المالكي يفضي إلى تقسيمها قسمين من حيث ارتكازها في حقيقة على الرأي والنظري أو النقل والسمعي كما بيّنت في بداية الدرس فالقسم الأول هي الأصول السمعية النقلية والقسم الثاني هي الأصول النظرية الاجتهادية فإذا الأصول السمعية هي الأصول التي ترجع في الأصالة إلى النقل عن الشارع ويندرج في سلك الأصول النقلية الكتاب والسنة ويلتحق بها من الأصول الإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعامل أهل المدينة الإمام الشاطي برحمة الله في الموافقات يقول بعد أن بيّن انقسام أدلة الشرع إلى أدلة سمعية وأدلة نظرية اجتهادية وذكرت كلامه في بداية الدرس قال فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة إلى أن قال يلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد نعم والأصول النظرية الاجتهادية عند المالكية هي القياس والاستدلال المرسل والاستحسان والسد الذرائع ومراعاة الخلف والاستصحاب وقد عد الشاطبي في سلك الأدلة النظرية الاجتهادية القياس والاستحسان والمصالح المرسلة يعني عد الشاطبي ذلك والشاطبي في تعداده للأدلة المندرجة في كل نوع من أنواع الأدلة لم يلتز باستعاب تعدادها لذلك نجد قد ترك بعض الأدلة والأصول في كل نوعين وإذا نظر إلى الأدلة النظرية الاجتهادية وجدت آيلة في الاعتبار يعني ترجع في الاعتبار إلى الأدلة النقلية السمعية لماذا؟ لأن شرعية الأصول الاجتهادية في الاحتجاج إنما استمدت من الأدلة السمعية النقلية فالقياس مثلا والمصالح المرسلات والاستحسان وغيرها من الأدلة الاجتهادية لا بد قبل اتخاذها اتخاذها أصولا يعني تبنى عليها الأحكام من أن يشهد لها من الأدلة لا بد من أن يشهد لها من الأدلة النقلية ما يكسبها نعت الحجية وما يعطيها نعت الحجة ولهذا الشاطبي رحمه الله يقول الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول أي في الأدلة النقلية السمعية لأن لم نثبت الضرب الثاني بالعقل وإنما أثبتناه بالأول إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة والأصول النقلية كذلك هي مفتقرة إلى النظار والاجتهاد لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظار ومن إعمال الاجتهاد نعم فإذن الأصول النقلية عند المالكيات من الكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة وشرعه من قبلنا ومن قول الصحابي سنبينها بإذن الله تبارك وتعالى الكتاب والسنة هما أصواء الأدلة النقلية لأنهما صادران من لدون الشارع الحكيم وهو أصن السمعي وإذا تبت بالثتنية تبت الكتاب والسنة لم يكن لمجتهد النظر ولا اجتهاد في المقابلة في المقابلة له بل إن الأدلة كلها راجعة فيما آل الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإفتقار لإفتقار كل الأدلة إلى هذين المصدرين لبيان حجية أصله إذن لماذا اعتبرنا الكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة من الأدلة النقلية لهذه الأسباب التي أقول إذن مرجع سنة نفسها ترجع إلى كتاب الله لأن العمل بالسنة والاستناد إليها ما دل عليه إلا الكتاب الكريم الله سبحانه وتعالى هو الذي أرشدنا إلى ذلك ثانيا الإجماع الإجماع يدخل في الأدلة النقلية ولم ندخله في الأدلة يعني أنت أكلم بلسان عن العلماء وإن كنت لست منه لأنه لا نظر لأي مجتهد إنما نناقل فقط طيب الإجماع يدخل في الأدلة النقلية لأنه لا نظر لأي مجتهد في إجماع ثابت ضرورة كون الاجتهاد منحاصرا في القضايا التي هي محل خلاف أما ما وقع إجماع العلماء عليه فلا محط ثمة لأنظار المجتهد ثالثا شرع من قبلنا أما شرع من قبلنا فهو عند المالكية شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناس يخل والاحتجاج به ومن قبيل الاحتجاج بالكتاب والسنة لأن الحكم بأن هذا الأمر من شرع من قبلنا يلزم أن يثبت بشيء من كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد فالمراد من شرع من قبلنا ما نقل في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حكاية بعض شرائع من كان قبلنا من الرسول وليس المراد من ذلك ما يذكره أهل الكتاب من شرائع تنبه لهذه القضية المهمة المراد من شرع من قبلنا ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة من حكاية بعض شرائع من كان قبلنا من الرسل وليس المقصود ما يذكر أهل الكتاب من شرائعهم أو ما نجده في كتبهم لأنها تهمت ولتهمة التحريف والتبديل الذي وقعت في كتبهم من منزلة عليهم بنص الكتاب ونص حديث النبي صلى الله عليه وآله السلام والمالكية إذا جاءوا في الاستدلال على حجية شرع من قبلنا قالوا إن الشارع لما ذكر ما كان عليه شرع من قبلنا كان على جهة التأسيبهم والأخذ بما شرع الله لهم إن لم يرد في شرعنا ما يعارضه أو يثبته وسنفصل في هذا بإذن الله تعالى أما قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة فقد اختلف المالكية هل وأصل نحتج به عند الإمام المالك أم لا ثم اختلف من نسب إليه القول بالحجية فمن من قال بأنه حجات مطلقة ومن من قياد ذلك بأن يكون مما لا يقال بالرأي وعليه فالخلاصة أن الأقوال المنسوبة لإمام مالك للإمام مالك رضي الله عنه ثلاثة فهناك القول الأول قول الصحابي ليس بحجات مطلقة تغيرهم من المجتهدين وذهب القاضي عبدالوهب إلى أنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب الإمام مالك رضي الله عنه قال بهذا القول واستظهر الباجي أنه مذهب الإمام مالك لذا قال الظاهر من مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا حجة فيه نعم ويمكن أن ترجعوا إلى إحكام الفصول وكذلك إلى المنهاج في ترتيب الحجاج القول الثاني قول الصحابي حجة شرعية مطلقة عزاه بن أبي زيد قروان رحمه الله للإمام مالك للإمام مالك نعم وغير من أئمتنا قال القراف رحمه الله مذهب الإمام مالك وجماعات من العلماء أن قول كل صحابي وحده حجة قال القراف رحمه الله في نفائس الأصول والقول الثالث هذا قول من المتأخرين قول علامة الطاهر من عاشو رحمه الله حيث أضاف للإمام مالك مذهبا قريبا من هذا النقل قال والذي يتخلص لي من مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يرى قول الصحابي حجة إلا فيما لا يقال من قبل الرأي أي لا يرىه حجة إلا إذا كان مما لا يقال فيه من قبيل الرأي من قبيل الوحي لما تقرر أن له حكم الرفاء ولهذا كان اشتراط مخالفته لقياس قريبا من هذا وإذا تبت ذلك فقول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف من الصحابات يسلك في نظام الأصول النقلية لتغليب كون ما قاله إنما كان على أساس توقيف عالمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعدم جواز الخروج عن الأقوال المأثورة إلى إحداث قول جديد بالاجتهاد على ما هو مقرر في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ويتجه عد قول الصحابي في الأصول النقلية وجدنا من أكثر علمائنا من قال بهذا لأنه حجة إذا كان من قبيلي ما لا يقل بالرأي سأختصر إن شاء الله تعالى وأحاول إن شاء الله تعالى أن لا أتجاوز الوقت المسموح به أما عمل أهل المدينة فجماهر عمل أهل المدينة جماهر أهل المالكية من المتقدمين والمتأخرين يروا أن العمل المدني الذي اعتمده الإمام مالك واحتج به هو العمل النقلي المأثور أما العمل المدني الذي يستند إلى النظر والاجتهاد فلا يعد حجة عند جمهوره والعمل النقلي هو العمل من طريق نقلي وهو الحكاية الذي تؤثره الكافة عن الكافة وعملت به عملا لا يخفى ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يختلف قول الإمام مالك وأصحابه في أن عمل أهل المدينة فيما كان من قبيل النقلي حجة يجب الأخذ به وأن نقول في هذا الباب كثيرة وإله الحم وهناك الأصول الاجتهادية هذه الأصول الاجتهادية إنما تتمتل في القياس والمصالح المرسلة وفي الاستحسان وسد الذرائع ومراعاة الخلاف وفي الاستحساب وهذه الأدلة هي محل البحث أيضا في هذا النظم وفي هذه المنظومة المباركة والقياس يعد من الأصول الإجماعية التي لاختصاصا مذهب معين به ومن خالف في الاحتجاج به من الظاهرية فلاعتدد به في المخالفة عند جمهور العلماء لأن أصل التعليل الذي يقوم عليه القياس معلوم من شريعة الإسلام على وجه قطعي والقياس كذلك من أصول التي اعتنى بها العلماء اعتناء منقطع النظير فمبحث القياس في كتب الأصول يعد من أكبر المباحث التي تناولها الأصوليون وحرروها التحرير القويم نعم أما العرف فقد عنده الشيخ المشاط رحمه الله من جملة الأصول الشريعية في المذهب في حين نجد غالبا من أحصى أصول الإمام المالكين وعددها لم يجعل العرفة أصلا شريعية بإذن الله تبارك وتعالى ربما نقف عند هذا الحد حتى نحترم الوقت الذي سمح لنا بحر الله تعالى لشرح هذه المنظومة المباركة فإذا هذه هي الخلاصة هناك الأدلة النقلية التي تثبت عن طريق النقل ويكون أساس الاعتماد فيها على المنقول ولا شأن المجتهد في تكوينها ولا في إيجادها العامل هو إنما يقتصر على فهم المراد وعلى فهم الأحكام منها بعد ثبوتها إذن هي الكتاب والسنة وما يمكن أن يلحق بهما من الإجماع ومن قول الصحابي ومن شرع من قبلنا ومن عامل أهل مدينة وهناك الأدلة العقلية التي تضح من خلال ومن حيث بناء الحكم عليها يعني من عمل العقل ومن اجتهاده بشكل بارز ويكون المجتهدي يدخلون في تكوينها كالقياس ومصالح المرسلات وسد الدرائع إلى آخره وكل واحد من هذين النوعين يحتاج في دلالة على الحكم إلى الآخر إلى الآخر كما قلنا وكما ذكرنا يعني كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى نعم بقيت بعض المباحثي ربما نشير إليها بإن الله تعالى في حصة مقبلة وحينها سنبدأ في أول أصلين من هذه الأصول وذلك عند قول النظيم رحمه الله نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتما منه ونذكر الأمثلة التطبيقية لذلك سننتقل من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يثيبكم على صبركم وعلى تحملكم للعبد الضعيف سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم والله تعالى يقول الحق ويجي السبيل والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة